وفي الصعيد ذاته تكفل المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرة بدعم جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا في المهرة بأجهزة حاسوب وتأثيث عدد من القاعات والمكاتب التابعة للجمعية وأشهد رئيس المجلس السلطان العفرار بالجمعية ودورها في تأهيل ورعاية المعاقين حركيا داعيا إلى دعم الأنشطة والهيئات المهتمة بدو الإعاقة والاهتمام بمختلف شرائح المجتمع وأقل أهل عفرار خلال زيارة لمقر الجمعية أن دعمها يأتي ضمن توجه المجلس العام في خطته للعام الجاري بمضاعفة جهوده وأنشطته المجتمعية كما تفقد أهل عفرار أقسام الجمعية مطلعا على أبرز احتياجاتها فهو واجب علينا وواجب على الدولة والسلطة المحلية وكل من في قلبه رحمه لهؤلاء الفياه المستهدفة في هذا المجتمع هو واجب ومن واجبنا وضمن خطط مجلس العام والأمانة العامة قمنا بنزول وزيارتنا إلى هذه الجمعية وطفنا بكل الأقسام فيها ورعينا ما هو بالنسبة للأطفال ولكبار السن ولمعاقين حركيا وهذا صراحة ما وصلنا إليه وحبا في الجميع وفي المجتمع بشكل عام فخطط المجلس العام هي خطط تستهدف المهرة بشكل عام ليس مقصورة على مرفق أو فئة أو مجموعة أو مديرية إنما في المحافظة بشكل عام فنشكر القائمين على هذه الجمعية حقيقة هذه الزيارة لها معاني كثيرة ولها مردود شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة المهرة أنا سعيد جدا وكل أعضاء جمعية رعاية وتاهيل المعاقين سعداء لهذه الزيارة زيارة مثمرة وزيارة إنسانية التي رسمت على وجوه أعضاء جمعية المعاقين البسمة والفرحة فنحن نيابة عن أخواني من ذوي الاحتياجات الخاصة أرفع شكري للسلطان محمد عبدالله بن عفرير والوفد المرافق له ولله الحمد تم دعم مركز ذوي الهمم للحاسوب بعشرة كمبيوترات تم تاثيث مكاتب في الجمعية وبإذن المولى سيكون دعم قادم من السلطان نحن في جمعية المعاقين سعداء قدام بزيارة السلطان محمد بن عبدالله أهل عفرير الذي كانت زيارته لها أثر بالغ على قلوبنا وعززت الثقة بأن هناك أياد بيضاء تقف وتساند جهود جمعية المعاقين نحو تطوير قدرات المعاقين اليوم يعني هذا العطاء الذي قدمه السلطان يوضع أيضا خطوة أولى في مقال التدريب والتأهيل للمعاقين وأيضا يخلق فرص عمل للمعاقين وهذه خطوة ممتازة وأثلقت وأسعدت كثير من المعاقين نزول ومعه وتماس احتياجات المرضى في هذا المراكز وقدم السلطان الحمد بن عبدالله العفرار الدعم لهذه الأخوة في القمعية سواء كان من خلال تأتيت المراكز التدريبية أو التعليمية أو الرياضية وإن شاء الله يكون فيه اهتمام من المقلس العام بهذا القانب الأخوة المعاقين والدعم للمقلس العام هو دعم بشكل عام ولا يقتصر على جهة أو طرف معين وإن شاء الله تكون الخطط القادمة بنستهدف الأخوة في القمعية إن شاء الله يكون فيه عمل مشترك بين المقلس وبين القمعية وإن شاء الله يكون فيه دعم قادم اشتركوا في القناة